بعد ان كانت واحة غناء تزرع فيها شتى انواع المحاصيل الزراعية باتت اليوم جرداء مقفرة تلك هي جزيرة الخالدية التي تعد من اهم مناطق محافظة الانبار الزراعية حيث تتميز بخصوبة اراضيها الامر الذي اهلها لان تكون سلة العراق الغذائية واليوم وبعد خروج الارهاب منها تعاني الاهمال فلاحوا جزيرة الخالدية طالبوا مدير زراعة المحافظة بدعمهم ليتسنى لهم اعادة الزراعة اراضيهم التي تضررت خلال العمليات العسكرية الا انهم لم يجدوا اذانا صاغية الوضع في جزيرة الخالدية وضع الزراعة تعبان يرثى له كون لا يوجد اي دعم من قبل زراعة الانبار وخاصة المدير زراعة الانبار قمنا بارسال وفود من فلح هذه الجزيرة ولم يستقبل اي فلاح وعندما نسأل اين مدير الزراعة يقول لك في اجتماع او يقول لك ما موجود هو موجود داخل الزراعة اخرون قالوا ان الفلاحة بات مستهلكا في الجزيرة بعد ان كان منتجا فهو يشتري كل شيء من الاسواق ولا يزرعها والسبب يعود الى قلة الدعم احنا كفلاحين احنا مفروض نستغني عن الطماطئ عن كل شو من ما نشتريه من السوق احنا اليوم اليوم كفلاحين نشتري الطماطئ ونشتري كافة المخضر من السوق ماك دعم لا دعم من زراعة الخالدية ولا مسؤول وصنة ولا احنا هسا انا بالوقت الحاضر كلها من الاسواق الطماطئ من الاسواق الفاكهة من الاسواق كل شو من الاسواق نحن نطالب المسؤولين ونطالب من مدير زراعتنا زراعة القضاء الخالدية لا يصنة لا يقولون انتوا مثلا يابش محتاجين محتاجون اسمدة محتاجين مواد بذور قائم مقام قضاء الخالدي علي داود أكدى وجود نواقص في الأسمدة والمضخات الزراعية وغيرها ما جعل القضاء مستهلكا بعد أن كان ينتج الكثير من الفواكه والخضروات هناك نواقص في الأسمدة وأيضا مضخات الزراعية مضخات الماء وأيضا المحاولات الكهربائية وأيضا تبطين السواقي وكرل السواقي في هذه المنطقة فيجب التركيز على هذا القطاع لأنه مهم وتعتبر جزيرة الخالدي هي سلة القضاء في الخضر والفواكه وأيضا عموم المحافظة وأحنا نطلب من حكومة المحافظة حكومة المركز التركيز على هذا القطاع ودعم الفلاحين بالأسمدة والمحاولات الكهربائية وأيضا كري الأنهر وتبطين السواقي وبحسب مختصين فإن الواقع الزراعي في المحافظة يعاني الإهمال ما أدى لانخفاض مستوى وحجم المساحات المزروعة في مدن المحافظة نتيجة شح المياه وقلة الدعم الحكومي للمزارعين فضلا عن تعرض المحافظة لظروف أمنية وقتصادية وخدمية تدهور فيها الواقع الزراعي خلال سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على أغلب مناطقها